مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن هناك لا يوجد أي تغيير ملموس على الطقس حيث تبقى الأجواء صيفية عادية أثناء النهار وصيفية معتدلة إلى لطيفة أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستكون يوم غد الأحد وكذلك يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثة تحت أثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوب وبالتالي تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء صيفية معتدلة إلى لطيفة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية وهي حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يومي الأحد والاثنين أجواء صيفية عالية الحرارة العظمى تتراوح ما بين 28 إلى 30 الصغرى بحدود 20 درجة مئوية إذن درجات الحرارة تقريبا قريبا من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة يوم الثلاثة ارتفاع بحدود درجة عما كانت عليه يوم الاثنين أو عما ستكون عليه يوم الاثنين بتكون ما بين 29 إلى 31 حول المعدل في مثل هذا الوقت من السنة أجواء صيفية عادية نهارا صيفية معتدلة إلى لطيفة ليلا الصغرى المتوقعة بحدود 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربد 31-21 عجلون 29-19 جرش 32-21 المفرق 32-32 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 30-20 مأدبة 27-19 عمان ما بين 28 إلى 30 العظمى والصغرى بحدود 20 الزرقاء 32-22 البحر الميت أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37 إلى 28 الزرقاء 32 إلى 22 درجة مئوية المنطقة الجنوبية المنطقة الجنوبية الكرك 29 العظمى والصغرى 18 الطفيلة 28-18 الشراح 26-15 ومعان 30 إلى 19 خليج العقبة أجواء حارة 39 إلى 28 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا أثناء النهار مؤتدل أثناء الليل العظمى في الأزرق 36 والصغرى 22 الصفاوي 36-21 والرويشة 38 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري